أيضا نناقش هذه الجلسة سفر كوني لأخذ وهي طالبة تدرس العلوم الكونية علوم الكائنات الكونية وعلوم المتافيزيكس وهي تنتمي للعوالي الكونية المباركة المقدسة أولا نصلي من أجل هذه الكائنات الكائنات الكونية التنينية كلنا نقول نتصل بالكائنات التنينية نبارككم ونرسل لكم محبتنا وسلامنا ونرسل لكم بركات ومحبة الأكوان نحن نتصل هكذا نتصل بالكائنات التنينية نقول لهم هكذا بركات الأكوان تغطيكم تتجدد أرواحكم تتجدد مجتمعاتكم بضوء الأكوان أيضا نصلي من أجل أختنا استلمي يا عزيزتي محبة الأكوان استلمي خير الأكوان استلمي قوة الأكوان أنت قادة كونية عظيمة أنت ضوء بدي وضوءك ينير كل الأكوان آمين فهي هنا تكتب تقول صباح اليوم هي عملت هذه جلسة زراعة الروح وهي في كل مرة كمان تمتقرون تكتشف أشياء جديدة صادمة تقول في بداية الجلسة كالمعتاد امتلأت بالضوء حتى أصبحت نجمة ضوئية صاطعة في أعماق الأكوان على شكل نجمة خماسية ضوئية وقبلها طبعا عائلتي الكونية ملأتني بالضوء والبركة هنا فقط أوضح للطلاب نكتب البركات رجاء مهم يعني أوكي البركات فهيكي فقط أعيد كتابة هذا بدل البركة بركات وزرعت لي الجهاز العصبي قبل الصعود إلى كوكب اليندروميدن تقصد هنا فهي لما وصلت إلى كوكب اليندروميدن رحبوا بها تقول أخذوني إلى الجهاز الضوئي وكان الضوء قوي جدا وخاصة لما سلط هو الجهاز الضوئي على قلبها كأنه تمت عملية فتح قلبي وزرع شيء هناك مثل كتلة زرقاء راع جدا ثم بعدها كانت طاقة الضوء الأزرق قوية جدا لدرجة ممكن توضحين هنا ما هو المعنى يعني إنه انفصلت روحك عن الجسد يعني كيف هذا ممكن إذا موجودة معنا عزيزتي نعم نعم أستاذ في تلك اللحظة كأنني شاهدت فراغ أو طاقة أو شيء أو هواء مثل هواء أو فراغ انفصل وصعد فوق الجهاز وبدأ أن يشهد الجسد الذي في الجهاز الجسد الضوئي داخل الجهاز وطاقة زرقاء تمر فيه ولكن كأنه هواء أو مثل هواء أو شيء كأنه روح تنظر إلى الجسد يعني أنت تنظرين كأنه نعم كأنني فراغ أو كأنني هواء أنا فسرتها بالروح كأن الروح انفصلت عن الجسد وتشاهد الجسد هكذا هكذا فهمت نعم وفي تلك اللحظة كان الجسد كأنه هناك بدأوا بالظهور عدة أجسيدة جسد الأول فوقه الثاني فوقه الثالث هنا فقط نقرأها لو نقرأها بس من فضلك لو تسمحي لي رجان تقول فشاهدت ضوء مثل المصعد نازل على الجهاز وفي هذه الأثناء حضروا مختلف الكائنات مين مثلا مختلف الكائنات يعني مثلا الأكتوريان معهم بالطبع أعتقد نعم نعم نفس الكائنات التي سبقها وشاهدتها في استخدام نعم وكان هناك الأكتوريان والدروميدان من مختلف الكائنات رائع جدا فكانت روحي فوق الجهاز أشاهد ما يحصل تمام وكنت هنا هذه هنا أقرأنا وكنت غير مستوعبة لما يحصل فكانت روحي عبارة عن فراغ وهذا الفراغ هي تقول كأنه ضوء مثل الهواء لكنه واعي بكل شيء ويرى كل شيء مصلح هذا تقول شاهدت جسدي داخل الجهاز بعدة الجساد هو هذا مدهش يعني الآن أنت تشاهدين هذا الموقف جسد فوق جسد جسد بشري الآن هي أصبحت الفراغ معي شبابنا هي أصبحت الفراغ وهي ترى الآن جسد فوق جسد جسدها يعني متعددة الأجساد جسد فوق جسد وجسد بشري وجسد تنيني وجسد على شكل طار وجسد على شكل طار ذو أجنحة كبيرة وجسد حتى لحظه جسد اندروميدان عجيب هذا وشكل آخر ضوئي تقول لم أميزه جيدا طيب هذه الأجساد يعني واضحة جدا نعم كانت واضحة إلا الجسد ضوئي جسد لم أفهمه كأنه ضوء آي آآ كان هو آآ هو الأعلى آي كأنهم يعني كأنه استنساق كأنهم نسخ أو كشف لكل الجينات التي هجنت بها هذه كاتبة هجنت بها عجيبة يعني حقيقة هذه هذه مدهشة طيب هل هناك إضافات أخرى غير الكتابة اللي ممكن تأتي على بالك الآن إضافات أخرى بهذه الجلسة مدهشة يعني كنت والله كنت على شكل ما فهمت أني روح تشاهد تلك الأجسام الأجسام التي جسدت بها آآ فهمت يمكن تلك المراحل التي مررت بها أو لك أجسد المادية التي جسدت بها أو بعد ذلك بدأت أحلل أو ربما تقول جينات من كل من كل من كل الكائنات آآ من كل الكائنات آي سي هذا ما 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 كنت أحلله آآ آآ بس هو المدهش هنا وجسد هذا هذا المدهش يعني آآ آآ وتعرفين أنه جسدك نعم نعم جسدك جسدك لأن الروح سعدت من ذلك الجسد الضوئي ثم بدأت تشاهد الضوء الضوء الأزرق في الجهاز يرسل الضوء للجسد وتلك الأجساد كأنها واحدة والأخرى تطفو تطفو واحدة فوق واحدة واحدة فوق واحدة طيب نرجع للرسم أفضل ممكن نرسم شوية حتى توضحين أفضل تكون ها بالرسم حتى يكون لأن يعطي يعطي معاني أعلى حقيقة أن الرسم أي ف احنا نفترض الآن يعني نقول ممكن هذا السرير هيك نفترض تمام افترض يعني و نعطي اللون الأخضر فالجسد الأول نفترض هذا الجسد الأول هكذا كم أنت كبر جسمك تقريبا بالسرير يعني تقريبا تشغلين كل السرير هيكي في هالحدود نعم كنت أشغل كامل كامل والجسامك أعتقد أكبر يعني كطولا من الجسم البشري الحالي نعم اي لكن على ما أظن الكتافة كانت أخف كل مرة تكون كتافة أخف طيب وهي تكون هكذا تقريبا يعني لو تقولين لي صحيحك صحيح مرتبة نعم هكذا آه آه وأنتي تريها من من الفراغ من الفراغ آه نعم بس خلي نعم خلي ننزل هذا بس اسمحوا لي حتى يكون أفضل طيب ونستمر عفوا الآن تقدرين تتميزين الأجسام يعني الأول تعرفيه نعم هل الندروميدان أم الجسد التنيني أم ماذا الأول البشري آه مميز يعني حتى تقدرين تعرفين نعم كان مميز الأول البشري نكتب هذا دقيقة هذا البشري لا لا الأول في السري آه في تحت من تحت على السري اللي هو صح هذا البشري هذا هذا مدهش أصلا تلاحظون آه هذا السفر الكوني عجيبة والآخر هذا التنيني نعم وهذا الاندروميدان أعتقد لا لا هذا كأنه طائر 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 أول مرة أعرف أشوف ذلك الشكل اللي هو عنتي أيضا نعم جسد طائر كيف كيف الوصف أنت كاتب آه جناحي يعني هو كأنه طائر متمدد بالسرير هذا قصدك نعم طائر أجنحته كبيرة جدا أكثر من جسمه لكنها كانت آه آه طيب شكل الطائر ملون يعني شكله مثلا بأي شكل يعني آه تقريبا أبيض ما بين الأبيض و آه كأنه أبيض لكن ليس أبيض ناسع ليس بالبيض ناسع آه عجيبة هذه عجيبة هذه آه أصلا مذهشة وهذا جسد وفوقه جسد آخر لكن ضوئي ضوئي أكثر لم يميز شكله صح هنا ضوئي تلاحظون شبابنا هذا مذهش فعلا أنا أستنتج ما بعرف أنا عندي استنتاج أكتبه كأنه هذه حياتاتك السابقة هكذا كأنه أشعر ما بعرف استنتاجي هذا جزء جزء عشتها يعني أي ولا أنت كيف أيضا هنا البشري تلاحظين البشري هنا يعني أنت البشري التنيني أيضا عرفتي أنه أنت التنين ها فممكن هذا يعني نبدأ به أنه أنت أولا الضوء وبعدها أنت الاندروميدان تمام هذا النزول والطائر وإنت ميت ممكن الكائنات التنينية وبعدها الجسم البشري طيب ممكن تتصلين نعمل ممكن جلسة بسيطة تتصلين بوالدك الكوني يعني هو قائد عظيم حقيقة ونريد أن نعرف يعني أصل هذه الأجساد ها نعملها معا نعم نعملها الآن بحضور الطلاب أيضا نعم يلا الكل أوكي أنا فقط أعملها مع الطالبة ممكن يعني نمشي نمشي فيها ها تكون جلسة نقول هيك بسيطة نريد فقط أن نعرف تمام أنه هل هذه الأجساد هل هذه الأجساد هي جينات مرتبطة مع بعضها أم حياتات أنا أشعر أستنتج وأعتقد أسمع أيضا صوت أنه هذه حياتاتك السابقة يعني أجزاء منها محطات منها فممكن والدك أيضا يخبرنا تمام ها لكن دعونا فقط هيك نستمر بالقراءة هي الرسالة نستمر ها معلش وبعدها هنا تقولين بعدها سمعت تقول استعدوا للنزول من الجهاز فتسربت روحي التي عبارة عن فراغ أو طاقة مثل الهواء تسربت إلى الجهاز لاحظوا الآن فروحها الفراغ الآن دخل في الجهاز صحيح هكذا نعم دخل في الجهاز عن طريق الضوء الأزرق أها وعادت إلى الجسد ثم تجمعت كل الأجساد لاحظوا هذا مدهش أصلا هذا مدهش مدهش تجمعت كل الأجساد في جسد واحد وكان جسد ما بين يعني البشري والتنيني لكنه كريستالي ضوي عجيبة هذه أصلا هذه ما بعرف مدهشة مدهش فوق المدهشة كل واحد يقرأ يسمعنا مدهشة هذه مدهشة هذه جدا جدا أصلا نزلت من الجهاز وتجمعوا حولي كائنات وكل الكائنات الحاضرين فباركوني وملؤوني بالضوء في هذه اللحظة المكان تحول إلى فراغ وأنا أمتل بالضوء وجدت نفسي داخل قلب النجمة الخماسية باللون الذهبي ظهرت النجمة السداسية ثم دار مثل الشمس وأنا داخلهم هذا أين أيضا ممكن توضحي من فضلك الآن أنت متجمعين حولك وبعدها وجدت نفسك في الفراغ نعم في هذه اللحظة كانوا يرسلون للضوء لما أرسلوا لي الضوء حتى المكان أصبح لم تعود هناك قاعة أو فراغ تام فراغ تام وأنا في وسط النجمة الخماسية والنجمة الخماسية في وسط النجمة السداسية ثم دائرة ثم دائرة مثل الشمس وأنا داخلهم عجيب هذه تلاحظون أكرر أيضا معلش للطلاب فإذن هم كانوا مجتمعين حولها كانات لدروميدن في الغرفة ملعوها بالضوء وبعدها هي وجدت نفسها في فراغ في هذا الفراغ وجدت نفسها مرة أخرى هي في داخل نجمة خماسية والنجمة الخماسية في داخل نجمة السداسية والنجمة السداسية في داخل ماذا؟ في داخل دائرة مثل الشمس وهي في المركز يعني عجيبة هذه هاي مدهشة مدهشة هذه فشعرت بطاقة الرموز ولم أفهم بصراحة ما معنى ذلك في هذه الأثناء كانت الجلسة قد انتهت ولكنني لم أعد كنت هناك فالجلسة كأنه انتهت أعطوني مجال أكرر معلش في هذه الأثناء كانت الجلسة قد انتهت ولكنني لم أعد فهي لم ترجع لكن نعمل فراه هنا كنت هناك هي كانت موجودة هناك وفي لحظة كان دائرة كأن دائرة على شكل الشمس تحولت لفقاعة كبيرة وأنا داخل الرموز في قلب الفقاعة الذهبية الشفافة فشاهدت الأرض وطلب أبي الكوني أن أرسل الضوء إلى الأرض وأملأها بالضوء طيب الآن يعني أنت الآن في داخل النجمة الخماسية ممكن توضحين نعم أنا داخل النجمة الخماسية وكيف عرفت طلب والدك سمعته نعم تكلم بالفكر لأني في تلك اللحظة كنت أفكر أن أرجع لأن الجلسة انتهت وكل رجع فظهرت للأرض ولكن لا أستطيع الرجوع إليها فقال لإملاء الأرض وأدى بداخل الرموز الله فقال لإملاء الأرض بالضوء وأنا داخل الرموز عجيب ملأتها بالضوء وفي هذه الأثناء كنت أقول نحن عائدون ولا أدري لماذا كنت أقول هذا كأنني كنت أتكلم بلسان المجموعة تقول وجدت الصعوبة بالرجوع للأرض حتى طلبت من عائلتي أن يرجعوني فلاحظت قبل أن يرجعوني تلك الفقاعة تقلصت وصغرت ثم رجعت عبر النفق مدهش هذا هذا رائع يا عزيزتي استلمي كل خير الأكوان كل واحد يقرأ هذه الرسالة أعتقد مندهش حقيقة كل واحد معنا يعني معنا أعتقد اللي يتابع هذه السفرة العظيمة يعني مندهشين فالكون يباركك يا عزيزتي استلمي حكمة الأكوان خير الأكوان استلمي روح الأكوان استلمي قوة الأكوان وانطلق إلى هذه الفضاءات العظيمة انطلق استلمي ضو استلمي ضو الأكوان في أنفاسك في روحك في وعيك وتعيشين ضو أبدي وضوك ينير كل الأكوان نصلي أيضا من أجل عائلتك الكونية التنينية تنسلم كل خير الأكوان كل محبة الأكوان أنما يكونون عادتك التنينية الكونية المباركة المقدسة تستلم محبة وخير أبدي وسلام أبدي آمين آمين آمين